القرية النخيلة المنطقة التاريخية القديمة التي تبعد بمسافة تقدر بأكثر من 50 كم الشرقية عدبرة بولاية نهر النيل تحتضنها الضفة الشرقية لنهر العدبروي وسط تضارس سلدة مليئة بشواخص التاريخ الأمر الذي جعلها تشكل مزارا تاريخيا للطلاب والباحثين والمهتمين بتاريخ السودان القديم هنا دارت معركة غير متكافئة الجوانب بين جيوش المهدية تحت إمرأة القائد محمود والدحمد والإنجليزي كيتشنر في العام 1898 في هذه المنطقة التي باتت اليوم تسمى بمقابر الشهداء استبسل جيش الأنصار وعظام الموت باقية حتى الآن تعاقب على حكم المنطقة في التاريخ الحديث العديد من الأشخاص مع التجديد المستمر في أنظمة الحكم التركيبة السكانية لأهالي المنطقة معظمها من بطون الجعاليين بجانب الروباطاب والمناصير فجميعهم تمسكوا بمواقع أجدادهم الذين قدموا المزيا جيدا من التضحية والكفاح النشاط الاقتصادي الرئيس من منطقة تمثل في الزراعة والرعي وذلك لطبيعة الأراضي السخرية بجانب قربها من نهر العدبروي فبات إنسان النخيل منتجا لتقاوز زورة والحبوب النقدية الأخرى بجانب التمور إنسان النخيل المتعايش والمتسامح ظل متمسكا بجزوره وبإرثه التاريخي تخليدا لما قدمه الأجداد من تضحيات لأجل السودان